الأطماع الإيرانية في شط العرب جنوب العراق تبرز للعلن مجددا وفد إيراني مكون من خبراء سياسيين وعسكريين وقانونيين وفرق مسح أراضي برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني جابريل أنصاري التقى وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري وبحسب مصادر مطلعة قدم الوفد الإيراني إلى الجعفري شكوا من الرئيس حسن روحاني حول اتفاقية الجزائر بين صدام حسين ومحمد بهلوي حول الملاحة المشتركة في شط العرب وقبل هذه الزيارة بفترة سرح مسؤولون إيرانيون بأنهم نفذوا كل شروط الاتفاق ولكن الجانب العراقي لم يبدي أي تعاون بشأن هذه المسألة ويرى سياسيون عراقيون أن هذه التصرفات تبرز الجشع الإيراني الذي يحاول السيطرة الكاملة على المنفذ البحري الوحيد للعراق والذي يعتمد عليه اقتصاد البلد بنسبة أكثر من ثمانين في المئة ورغم هذه المعضلة بين البلدين وقع وزير الداخلية العراقي عرفان الحيالي مذكرة تفاهم دفاعية عسكرية مع نظيره الإيراني حسين دهجان ليزيد من التغلغل الإيراني في الشان العراقي ترجمة نانسي قنقر